مع نعدام الثقة بين السياسيين اللبنانيين برزت مطالبات بتولي لجة تحقيق دولية البحث في خلفية انفجار مرفأ بيروت مطلب أجمعت عليه القوى السياسية المعارضة في البلاد وجاء على وقع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو الخاطفة إلى بيروت التقارير أفادت بوصول فريق فرنسي مكون 22 محققا إلى بيروت لتقف أثار التفجير الذي حصل مصادر قضائية لبنانية كشفت أن المدعي العام التمييزي كلف شرطة القضائية بمواكبتهم وتسهيل عملهم في موقع الانفجار لرفع العينات ومن جهة أخرى أكد خبراء أن لبنان ملزم بالتعاون مع القضاء الفرنسي الذي لديه الحق بالمشاركة في التحقيقات وذلك عملا باتفاقية التعاون الموقع بين البلدين عام 2010 كما تأتي المشاركة الفرنسية في التحقيق لافتقار لبنان إلى الخبراء المطلوبين للتحقيق في مثل هكذا حادث مصادر قضائية لم تستبعد إمكانية حصول تغيير في معالم مصرح الجريمة قبل أن يبدأ الخبراء الدوليون والمحققون عملهم تشير المعلومات هنا إلى أن الجهات الرسمية في لبنان تأخرت في تطويق مكان الانفجار وترفق ذلك وفق شهود عيان مع تحركات في موقع الانفجار لجهات مجهولة الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت أرجعه كثيرون إلى الفساد الحكومي وإلى الإهمال وسوء الإدارة فكيف لمواد مثل نترات الأمونيوم التي تستخدم في تصنيع السماد والمتفجرات أن تبقى في مستودع بالمرفأ لمدة ست سنوات دون أن يتم تخزينها بطريقة سليمة هذه الشحنة وصلت على متن سفينة عام 2013 دخلت ميناء بيروت بعد أن عانت من مشاكل فنية مدير المرفأ ومدير الجمارك بدورهما قالا أنهما كتبها عدة مرات إلى القضاء يطالبون بتصدير المادة الكيموية أو بيعها لضمان سلامة المرفأ قبل أن يتم احتجازهما أمسح